السلام عليكم معكم المنور من قناتي يانسون وكراويا النهاردة هقولكم عن بديل مسحوق الغسالة وكمان بديل للزيت انا عمل الفيديو ده للفائدة ليس اكثر وبناء على تجربة نجحة ليا حبيت افيد بيها غيري اول حاجة هوريكم الاطباق والكبايات قبل غسلها وبعدها دي الكبايات انا كنت عاملة فيها كريمة الكريمة تقيلة جدا يعني ماسكة فيها وفيه كبايات فيها قهوة وفيه كبايات فيها كابتشينو زي ما انتوا شايفين انا حطاهم زي ما هما بدون شطف شايفين كل حاجة عليها هي ودي كمان المعالب وكمان الاطباق والحاجات اللي في الرف اللي تحت برضو حطاهم بدون شطف عاوزاكم تخلوا بالكم من راس الاطباق والكبايات عشان تعرفوا انها نفس الدورة مش حاجات تانية عاوزاكم تجربوا الطريقة دي وما تخافوش وتقوليلي في التعليقات اذا نجحت معاكو ولا لا ودي بعد ما الغسالة غسلت دي شكل الموعين نضيفة جدا زي ما انتوا شايفين اهو ده الرف اللي تحت الموعين زي ما هي نضيفة جدا مش مجيرة خالص ولا ماسك فيها اي بواقي اكل وكمان الطبق الاستلس ده نضيف جدا وبيل معه مش مجير خالص ولا فيه اي بواقي خالص وكمان الرف اللي فيه الكبايات الكبايات نضيفة جدا ومش مجيرة خالص وما فيهاش اي بواقي نهائي عاوزا اقول لكم كمان ان مش لازم مسلا وسحيق الغسالة بكافة انواحها طبعا تبقى انواحها مش كويس او ما بتنظفش لان طبعا ممكن المنتجات دي تكون مغشوشة لان الحاجات دي لو تعملت في مصانع تحت بير سلم ما كاسبها كبيرة جدا دي مطحنة خلاط بتاعت التوابل هي لون هكده ودي الكبايات بتلمع ازاي ونضيفة جدا ما فيهاش اي بواقي خالص يعني النتيجة اللي انا بقولها لكم مضمونة جدا ونجحة جدا وكمان مش مضرة خالص بالغسالة وعاوز اقول لكم كمان ان الغسالة عندي من اكتر من سنتين يعني انا بستخدم البدائل دي بعد ما جبتها بشوية يعني من حوالي سنتين وشوية كل شوية طبعا بقى اجيب مسحوق للغسالة بس ارجع في كلامي تاني ملاقيه ما بينظفش كويس استخدم الطريقة بتاعتي تاني لان بلاقيه مجاير للكبايات وما بينظفش كويس زي الحاجة اللي انا بستخدمها وربنا يا استر بقى وشركات المنتجات دي ما تقفل ليش القناة ولا تحزف للفيديو عاوز اقول لكم ملحوظة ان انتم كل شهر لازم الكبايات دي كلها تجمعها في مكان وتغسلوها بليفة الموعين العادية او مثلا كل اسبوعين اول ما تحسوا ان الكبايات ما بقتش تنضف في الغسالة اغسلوها على ايديكو مرة كل فترة ما تنسوش بقى تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو وتفعلوا الجرس عشان توصلكوا الوصفات الجديدة وكمان تكتبوا لي في التعليقات رأيكم في التجربة دي اول حاجة هقول لكم على بديل الزيت وهو اللمون ممكن تجيبوا لمونة وتقسموها بالنص وتغرزوا كل نص منهم في الاسياخ دي واحد في الرف اللي تحت واحد في الرف اللي فوق وفي بديل تاني كمان اللي هو الخل ممكن تحطوه هو بس في الدرج بتاع الزيت وممكن تحطه في الدرج ده نص الكمية زيت ونص الكمية خل انا اوقات باخد نص اللمونة وقطعها بالنص وحطها في شاشة او واربطها او في كمامة واسبتها في رف من رفوف الغسالة عشان ما تقعش وتوقف لي الرشاشات والغسالة ما تنظفش كويس وبديل المسحوق هو القوم الاطوماتيك بتاع غسالة الملابس الأطوماتيك انا بستخدم نوع برسل وهو يعتبر نوع كويس اه ما تخافوش خالص لان مكونات مسحوق غسالة الهدوم نفس مكونات المسحوق اللي بتاع غسالة الاطباق وده المسحوق الاوتوماتيك مش العادي عشان تخلي بالكو لأن المسحول الوتوماتيك بيختلف عن المسحول العادي عشان ما بيعملش رغوة وكمان آمن تماما أنا باستخدمه زي ما قلتلكه بقالي سنتين كاملين مفيش في الغسالة أي مشاكل خالص وكمان باستخدم بديل الزيت هو كمان وغسلت اللي اللي عايز يعرف نها هي زانوسي ديجيتال 13 فرد أنا حبيت أفدكو بالتجربة اللي أنا جربتها ونجحت معايا وأتمنى أنتو كمان تجربوها وما تخافوش جربوها مرة وجربوها اتنين وشوفوا النتيجة هتبقى ازاي بعد كده هقفل الغسالة طبعا الغسالة لو الأطباق والموعين فيها دهون بنشغلها على البرنامج الكبير اللي هو 3 ساعات بس لو مجرد كبيات فيها حاجات بسيطة زي ما أنتو شايفين بنشغلها أنا بشغلها على البرنامج اللي هو الستين ده هو مدته 30 دقيقة بس أنا عاملها الضعف يعني حوالي ساعة أو ساعة وعشر دقايق استنوني في الفيديو جديد هعمل لكو صيانة كاملة للغسالة ترجع تاني جديدة وبكامل كفائتها زي ما تكونوا لسه شريينها بالزبط عاوز أقول لكم أن أنا بستخدم اللمون كبديل للزيت لأن اللمون أو الخل فيهم حمض الستريك نفس المادة الفعالة الموجودة في الزيت بتاع الغسالة لو ملاحظين هنا لمبة الزيت ولمبة الملح ملورين معناها أنها ما فيش زيت في الغسالة بس طبعا أنا بحط لها ملح على طول أتمنى تكونوا استفادتوا من التجربة دي وتجربوها والسلام عليكم